طبعا مساكم الله بالخير طبعا مساكم الله بالخير يعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة الشيبا يينو الشيبا يينو اليوم براك 14 بسعر 0.4012 ماركت كاب 7 مليار تقريبا ارتفاع شوي نزين فوليوم يومي تقريبا 230 مليون جيد نوعا ما نزين بنتكلم اليوم عن بعض الأخبار والمستجدات اللي صايرة في عملة لونة وبنحلل تحليل بسيط الى نشوف العملة وين رايحة هذه من أقوى الصحف اللي تكتب عن اللي هي الشيبا دايما أنا أطلع منها الأخبار اللي هي you today المهم ذاكرين هنا بأن يوم الجمعة طبعا النحوة غامضة أرسل مجموعة من تقريبا يعني 115 بليون شيبا الى محفظة تنتهي تقريبا بالكود هذا نزين بعد ذلك تم إرسال هذا الجزء الضخم من شيبا الى محفظة في باينس ومن المرجح بأن يتم بيعها طبعا هذا إذا باع بتشوفون تغيجر شيء في السوق نزين في ذلك الوقت كان هذا المبلغ من شيبا يساوي مليون وربعمية دولار مليون وربعمية ألف دولار تقريبا تم إرسال ثلاث محافظة أخرى أيضا أزاء كبيرة من الشيبا إلى نفس محفظة باينس في نفس الوقت يعني في ناس ياش تشتري وتحول في محافظة يعني ما نعرف هم حيتان يشترون مبالغ كبيرة يعني يقول لك مليون تقريبا وربعمية مش بسيط فهذا يقدر إذا باع يحرك عملة الشيبة شوي فهم ثلاثة مش واحد فحين نحن نبقى نعرف هل هذا مشتري عشان استثمار ولا مشتري عشان يحرك السوق بعدين فموضوع غامض ننتقل للخبر اللي بعده أكثر من ثلاثة مليار دولار أمريكي لحجم تداول الرموز ميم في آخر 24 ساعة يعني عملات الميم كوينز في آخر 24 ساعة تقريبا ناس تداولوا فيهم ثلاثة مليار هذا رقم جدا مش بسيط إذن يشوف فهذا يدل إذا دل أنه بيكون فيه انطلاقة لعملات الميم كوين جريب نروح للخبر اللي بعده طبعا هاي التغريدة من التغريدات اللي دايما يكون فيها منافسة أو مثل ما نقول فيها مناوشات كتبوا اللي هم فريق شيبا دوك فطلع واحد من الناس الفانز كتب دوجي فطلعوهم وكتبوا كيلر فشكلهم ناوين على فايت أو معنى صح تنافس ننتقل للخبر اللي بعده لأنه تعرفون التنافس دايما هو بين شيبا وبين دوشكوين بشكل عام البيبي دوشكوين يعني العملات الميم الأخرى باينس وقعت مع سافي بيل بننتقل للخبر هذه المنصة من المنصات أو البرامج أو محافظة اللي أنت تروم تداول أو تشتري فيها عفوا فتقدر إذا أنت عندك هذا الشيبا إينو تحولها إلى المحفظة هذه وتروم تشتري المهم أعلنت باينس أن المزود العالمي الرائد للبنية التحتية للدفع المدعوم من باينس عن شراكة جديدة مع سافي بال وهي محفظة للعملات المشفرة توفر محفظة الأجهزة ومحفظة البرامج وخطوط منتجات والمحفظة الممتدة طبعاً ها كلها مترجم من شديد تشوفون شوي التنسيق مش واضح وكلها مقترنة ومدارة من خلال تطبيق سافي بال نظراً لكونها أول محفظة أجهزة كيف عدتها المهم في باينس فأن سافي بال يخدم الآن أكثر من 6 ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم سيتمكن المستخدمون في سافي بال من شراء أكثر من 200 من أصول العملات المشفرة مباشرة باستخدام باينس باستخدام رصيدها يعني الجماعة عدهم مشروع مسوينا مع سافي بال ومن خلاله راح تقدرون تشترون أكثر من 200 عملة مشفرة باستخدام اللي هي باينس فهذه حركة حلوة طبعاً اللي منزلها البرنامج أتوقع هذا بيكون نصف فكرة البي بال بس بطريقة أخرى فخبر حلو للعملات المشفرة طبعاً اللي يستخدم اللي هو النظام للعملات المشفرة فننتقل للخبر اللي بعده هاي تغريدة لأحد الفانز اللي يدعمون شبا شكراً لك على العشر تالاف للاحتفال دعونا نقدم هدية أول من أنهى بريك باستر أو أعلى مستوى بحلول الواحد ثاتي ديسمبر 2022 يفوز بمليار شيبة قيمة قصوة تبلغ 12500 دولار أمريكي للدخول يذهب إلى هذا المهم فشو فكرة الحبيب مساء مسابقة طبعاً في هذه اللعبة اللي يفوز فيها وي برانك أو رقم جداً كبير أعلى لفل أعلى مستوى راح يعطيه 12500 طبعاً هاي من الألعاب اللي أتوقع مسوينها للحرق في شيبة أتوقع شفتوا هالدعايات دوم يعني الناس ممكن مفهمها كيف شفتوا الإعلانات هاي على قد ما يدخلون الناس في اللعبة ويلعبون راح الإعلان يشتغل فهذا الإعلان راح يكون فيه مبلغ لا عاد فهو يشل المبلغ أتوقع راح يوديه للحرق راح يحرق العملة فهو حاط جائزة أصلاً للي يوصل أعلى ستيج وأعلى لفل أعلى مرحلة من الناس وطبعاً لازم يرفق له دليل لين تقريباً 31-12 نهاية السنة وهني راح يحصل 12500 دولار عادي إذا حد حصل هاي شاركنا نزيل ننتقل للخبر اللي بعده أو عفواً خلصنا الأخبار تقريباً ننتقل للتحليل الأسبوعي أنا حاط اللي هو مؤشر أسبوعي مش تحليل أسبوعي هو كل ما كان أنا بالفعل كنت حاط هني المؤشر أهنه يعني هذا القبل تقريباً أربع سابيع لما وصل الشيبة لهالمرحلة انطلق فأنا اليوم جيت حطيت تقريباً المؤشر أنه كان هنا على نفس هذا المستوى كان لهو 12 يعني صور فصل 4-0 بنقول 12-80 فلين ما حطيت رح ترديت أشوف ما شاء الله ارتفع فبالعادة هو لما يوصل هني ينطلق الشيبة فإن شاء الله نشوف انطلاق هالسبوع وعاد ما نقدر نحدد كم بيكون لأن السوق مش واضح والبيتكوين أبداً مش واضح فإن شاء الله الوضع كله يتضح خلال فتر القادمة بس بالنسبة لي راح يكون في انطلاق هالسبوع جذيباً خلصنا يعطيكم العافية وموفجين خير بس لحظة عفواً إذا سكر أغلاق يومي فوق منطقة اللي هو 13.50 يعني فوق الخط الأحمر هذا هذه راح تكون انطلاقة حلوة أغلاق سبوعي حلو بيكون فإن شاء الله بنشوف انطلاقة حلوة جذيين خلصنا يعطيكم العافية وموفجين خير